اشتركوا في القناة والصفي الجوهري والد الحجة المنتظري إمامنا وسيدنا وولي نعمتنا أبي محمد الحسن الزكي الرضي العسكري سلام على بقيته العظمى الأمل المنشود والسعد المسعود والفرج الموعود قائم آل محمد إمام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظري سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الحادية بعد العاشرة اعلموا اعلموا مالحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة هذا هو عنواننا في هذه الحلقة وما بعدها سؤال يطرحه كثيرون في أجوائنا الشيعية الأشهر القمرية هل هل تبقى متنقلة ما بين فصول السنة أو أنها لا بد أن تكون ثابتة كما هو الحال مع الأشهر الشمسية إثارات كثيرة وكلام كثير في العقدين الأخيرين من زماننا ألف مؤلفون وتحدث متحدثون وأفتا مفتون مثلما هم يدعون من أن الأشهر القمرية لا بد أن تكون ثابتة مثل ما الحال في الأشهر الشمسية وأعتقد أنكم تتابعون في الإعلام ما بين فترة وأخرى يكون هناك إعلان عن شهر رمضان ولكن ليس إعلانا عن شهر رمضان الذي نعرفه فهناك من يجعل شهر رمضان ما بين الشهر التاسع والعاشر من أشهر السنة الشمسية وهناك من يجعله ما بين الشهر الخامس والشهر السادس من أشهر السنة الشمسية والكلام كثير من هنا يأتي طرح هذا السؤال ومن هنا يأتي أيضا هذا العنوان في الجواب على هذا السؤال التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة في بداية الأمر لا بد من مقدمة إجمالية توضيحية موضوع التقويم موضوع متشعب لماذا؟ لأنه موضوع قديم في التاريخ وإذا أردت أن أتحدث عن تاريخه وكيف نشأ بين الأمم السابقة وفي الحضارات القديمة فهذا يحتاج إلى وقت طويل مع ملاحظة أننا لا نمتلك المعلومات الدقيقة الكافية عن ذلك تحدث عن التقويم في كتب التاريخ لكنهم في الوقت نفسه لا يمتلكون الوثائق الدقيقة التي تخبرنا عن تفاصيل كل ذلك ومع كل هذا فهناك الكثير من المعطيات في كتب التاريخ تتحدث عن التقويم عند الأمم المختلفة البابليون في العراق لهم تقويمهم الفراعنة في مصر لهم تقويمهم وفي الهند تقويم وفي الصين تقويم وعند الفرس تقويم ولليهود تقويم وهناك الكثير من أنواع التقويم في العالم بحسب اختلاف الديانات واختلاف المشارب الثقافية والفلسفية والدينية وفي بعض الأحيان يكون التقويم بحسب الاتجاه السياسي للحاكم الفلاني في البلد الفلاني وللقائد العسكري الفلاني في الدولة الفلانية وهكذا يتشعب الكلام ويتفرع الحديث ولا أريد أن أخوض في كل ذلك إنما هي مقدمة إجمالية توضيحية كي أشرع في مقصدي بخصوص العنوان المتقدم الذي ذكرته لكم قبل قليل بالإجمال هناك تقويم شمسي وهناك تقويم قمري التقويم الشمسي يكون معتمدا على حركة الأرض حول الشمس لابد أن تعلم من أن التقويم الشمسية مر بعدة مراحل التقويم الشمسي الذي بين أيدينا الآن لم يكن قد نشأ مرة واحدة وإنما تدرج شيئا فشيئا وفي بداياته كان عدد الشهور في هذا التقويم عشرة أشهر لم يكن عدد الشهور في السنة الشمسية في بدايات نشأة التقويم الشمسي كما هو الحال الآن من أن عدد الشهور فيها إثنى عشر شهرا وإنما كانت الشهور عشرة أشهر أنا لا أريد أن أحدثكم عن التدرج التعريخي في نشأة التقاويم بإمكانكم أن تعودوا إلى الكتب المختصة وإلى المظاني المجتملة على هذه المعلومات على أي حال هناك التقويم الشمسي وهو الذي يتخذ من حركة الأرض حول الشمس أساساً فتأتي الشهور في التقويم الشمسي ثابتة ثابتة من جهة الفصول السنوية أتحدث عن فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء فبحسب التقويم الشمسي فإن أشهر السنة الشمسية تأتي في كل سنة في الفصل نفسه فأشهر الربيع ثابتة وأشهر الصيف ثابتة وهكذا الخريف وهكذا الشتاء وهذه قضية ضرورية في حياة الإنسان فمعرفة بدايات الفصول ونهاياتها حيث تتغير درجة الحرارة وحيث تتبدل حركة الرياح وحيث تبدأ مواسم المطر وحيث تنحسر أيضا فصول السنة على اختلاف أحوالها وتباين شؤونها كل هذا يرتبط بالزراعة التي كانت أساسا ولا زالت ولكنها في القديم كانت أساسا لحياة الإنسان بنحو لا نستطيع أن نتصور المجتمع البشرية من دون زراعة في أي حال من أحواله ولا زالت الزراعة كذلك الزراعة من بذر البذور إلى سقيها ونمائها وحصادها وجمع الثمار والانتفاع منها وبيعها إلى غير ذلك الزراعة ترتبط ارتباطا مباشرا بكل شؤونها بتغير أحوال الفصول في حياة الأرض ترابا وهواء وماء وكذلك تربية الحيوانات تربية المواشي تربية الحيوانات تربية الدواجن من الدجاج إلى سائر أنواع الطيور الداجنة تربية الأغنام والماعز والأبغار والجاموس والخيول والإبل إلى سائر أنواع الحيوانات الأخرى فالتربية فالتربية وعلاج أمراضها والتكاثر والتناسل فيما بينها والتزاوج الجنسي فيما بين هذه الحيوانات من ذكورها وإناثها إلى بقية تفاصيل شؤون الثروة الحيوانية كل ذلك يرتبط بفصول السنة تتمازج الزراعة مع الثروة الحيوانية بشكل واضح وكل هذا يرتبط بالماء والهواء والتراب وجميع كل ذلك يعتمد اعتمادا مفصليا على ما يجري من تحولات وتقلبات في حرارة الجو وطبيعة الهواء وكثرة الأمطار وقلتها ويضاف كذلك إلى الثروة الحيوانية يضاف إليها ما يرتبط بصيد الإنسان للحيوانات الصيد إن كان في البر أو في البحر هو الآخر يرتبط ارتباطا مباشرا بالتوقيتات الشمسية عبر التغيرات الفصلية وكل هذا ينعكس على أسفار الإنسان وحركته وانتقاله إن كان سفرا للمعيشة وللسكن مثل ما كانت تفعل القبائل البدوية إن كانوا من بدو الصحراء أو من بدو الجبال هناك بدو الصحراء وهناك بدو الجبال حركتهم وانتقالاتهم وأسفار الناس عموما من البدو والحضر ما يرتبط بالسكن والمعيشة أو ما يرتبط بالتجارة والحركة الاقتصادية في البر وفي البحر كل هذا يرتبط ارتباطا مفصليا مع التوقيتات الشمسية التي تأتي منسجمة مع حركة الفصول الأربعة من هنا يكون التقويم الشمسي ضروريا لحياة الإنسان بما فيه من تشخيص للتوقيتات التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية وبما فيه من وضوح وثبات للأشهر في المواسم نفسها هذا ما يرتبط بالتقويم الشمسي أما التقويم القمري فإنه يتخذ من حركة القمر حول الأرض أساسا ومعتمدا لتفصيل السنة القمرية والتي تختلف عن السنة الشمسية فهي أقصر من السنة الشمسية السنة الشمسية تتجاوز خمسة وستين وثلاثمئة بساعات ثلاثمئة وخمسة وستين يوم مع ساعات ودقائق قد تزيد وتنقص في التقدير من هنا هناك السنة الكبيسة في كل أربع سنوات السنة الرابعة من السنوات الشمسية في التقويم الشمسي تكون سنة كبيسة حيث تجمع الساعات الزائدة على ثلاثمئة وخمسة وستين يوم فتجمع في أربع سنوات كي يكون عندنا يوم يضاف إلى الشهر الثاني إلى شهر شباط في يكون شهر شباط في السنة الرابعة في السنة الكبيسة في كل مرة مزدادا يوما فبدلا من أن يكون ثمانية وعشرين سيكون تسعة وعشرين فالسنة الشمسية أطول من السنة القمرية إذ أن السنة القمرية هي الأخرى تتجاوز أربعة وخمسين وثلاثمئة تتجاوز ذلك بشيء من الوقت هناك فارق هناك فارق في التقدير بين الذين يقدرون وقت السنة الشمسية والذين يقدرون وقت السنة القمرية فقد تكون هناك زيادة وقد تكون هناك نقيصة بالإجمال السنة الشمسية ثلاثمية وخمسة وستين يوم والسنة القمرية ثلاثمية واربعة وخمسين يوم ربما عدها البعض ثلاثمية وخمسة وخمسين يوم لكن المعروفة والواضحة في هذه التقاويم السنة الشمسية ثلاثمية وخمسة وستين يوم والسنة القمرية ثلاثمية واربعة وخمسين يوم الفارق في الأيام بين السنتين يصل إلى أحد عشر يوما 11 يوم الفارق فيما بين السنة الشمسية والقمرية بسبب هذا الفارق فإن أشهر السنة القمرية تتحرك شيئا فشيئا إذا أردنا أن نطابقها وأن نوافقها مع السنة الشمسية ولذا فإن أشهر السنة القمرية لا تكون ثابتة بحسب الربيع والصيف والخريف والشتاء وإنما يأتي الشهر القمري تارة في الربيع وأخرى في الصيف وأخرى في الخريف ورابعة في الشتاء وهكذا تدور دائرة الأشهر القمرية وتتغير حركتها بسبب هذا الاختلاف في عدد الأيام بين السنتين بين السنة الشمسية والقمرية هناك من لا يريد للسنة القمرية أن تكون هكذا يريد منها أن تكون ثابتة في شهورها كما هي السنة الشمسية ثابتة في شهورها اليهود مثلا اليهود مثلا تقويمهم الديني تقويم قمري وبالمناسبة فإن التقويم القمرية تقويم موجود في مختلف الحضارات التقويم الصيني تقويم قمري التقويم اليهودي تقويم قمري المناسبات الدينية عند المسيحيين تعتمد تعتمد التقويم القمرية في أصله لكنها تقوم بعملية موافقة مع التقويم الشمسي بالضبط كما يفعل اليهود هكذا يقال عن التقويم اليهودي من أن سنواتهم شمسية لكن أشهرهم قمرية كيف قاموا بذلك اليهود ديانتهم تقتضي أن تكون المناسبات الدينية قمرية وأعياد اليهود كثيرة المناسبات الدينية عند اليهود كثيرة وكثيرة جدا وتفاصيلها واسعة بإمكانكم أن تعودوا إلى الكتب المختصة بذلك كي تطلعوا على أعيادهم الكثيرة وعلى أحكامها الكثيرة والكثيرة جدا فأعيادهم قمرية مناسباتهم الدينية قمرية لكن هذا يصطدم بواقع الحياة اليومية لهم بزراعتهم وتربيتهم لحيواناتهم وصيدهم في برهم وبحرهم وما يرتبط بأسفارهم وانتقالاتهم وحركتهم التجارية فكل هذا لا بد أن يكون بحسب التقويم الشمسي وهم يحتاجون التقويم القمرية احتياجا دينيا واضحا من هنا ابتدعوا طريقة فوفقوا فيما بين التقويم القمري والتقويم الشمسي هم أخذوا يضيفون أشهرا للسنوات القمرية فهم يضيفون سبعة سبعة أشهر خلال تسعة عشر من الأعوام من السنين يضيفون شهرا إلى السنة الثالثة ويضيفون شهرا إلى السنة السادسة ويضيفون شهرا إلى السنة الثامنة ويضيفون شهرا إلى السنة الحادية بعد العاشرة ويضيفون شهرا إلى السنة الرابعة بعد العاشرة وهكذا إلى السنة السابعة بعد العاشرة ويضيفون شهرا إلى السنة التاسعة بعد العاشرة سنة ثلاثة ستة ثمانية اهدعاش اربعة عشر سبعة عشر اتساط عشر يضيفون شهرا الى هذه السنوات يجعلونه ما بين شهر آذار ونسان وبالمناسبة فان السنة اليهودية تبدأ ما بين الشهر التاسع والعاشر ما بين ايلول وشهر التشرين الاول وحتى هذه التسمية تشرين اخذت من التسمية اليهودية فان الشهر الاول في السنة اليهودية يقال له تشرية وقديما في العبرية القديمة يقال له تشرية وفي العبرية المعاصرة وفي العبرية المعاصرة يقال له تشرية فحينما قاموا بهذا بقيت الشهور قمرية فشهر ثلاثون عندهم وشهر يصل الى تسعة وعشرين ينقص يوما شهر هكذا وشهر هكذا ولكنهم في السنة الكبيسة يكبسونها بالشهر الكبيس السنة الثالثة كبيسة والسادسة كبيسة والثامنة كبيسة وهكذا النتيجة التي يصلون إليها أن الأشهر القمرية ستكون ثابتة مثل ما هي الأشهر الشمسية فهم بذلك يمازجون بين التقويم الشمسي والتقويم القمري هذا قد فعله اليهود منذ قديم الأزمان انتقل بعد ذلك إلى العرب وغيرهم التقويم عند العرب له تأريخ ولم يكن التقويم عند العرب مثل ما هو عندنا اليوم ما يسمى بالتقويم العربي الذي سمي بعد ذلك بالتقويم الهجري وفقا لهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله العرب كانوا يمتلكون تقويما لكنه لم يكن متطورا كالتقويم الذي يمتلكه الرومان مثلا أو كالتقويم الذي يمتلكه الصينيون مثلا أو كالتقويم الذي يمتلكه اليهود ولكنه تطور شيئا فشيئا العرب مثلا في قديم تعريخهم لم تكن الأيام عندهم كل يوم يحمل اسما وإنما كل ثلاثة أيام تحمل اسما فحينما يقالوا مثلا غرة رجب إنهم لا يتحدثون عن يوم واحد يتحدثون عن الأيام الثلاثة الأولى من شهر رجب وهكذا من كل شهر فيقولون أول الغرة وأوسط الغرة وآخر الغرة وهكذا يسمون الأيام الثلاثة التي تأتي بعد الغرة اسما وتطور هذا الأمر عند العربي حتى سميت الأيام العرب العرب يحتاجون معرفة الوقت لتجارتهم وكذلك يحتاجون معرفة الوقت لتنقلاتهم العرب العرب يكثرون التنقلات في حياتهم فأغلب قبائلهم من البدو يحتاجون معرفة التوقيت لتربية حيواناتهم ولصيد الحيوانات البرية وللانتقال إلى المواطن التي يتوفر فيها الماء في فصل الصيف مثلا حينما تجف الأحواض والمنابع التي يعيشون عندها فهم يحتاجون إلى الماء لحياتهم البشرية ولحياة حيواناتهم التي هي أساس ثروتهم وأساس قدرتهم العسكرية للدفاع عن أنفسهم فالعرب قبائل كانت تعتاش على الغزو وعلى السلب والنهب شؤونهم تبتني على التقويم فهم لا يجدون في التقويم القمري حاجتهم لما نظروا إلى حياة اليهود ووجدوها منتظمة وفقا للتقويم الذي ابتدعوه تأثروا بهم واستعملوا أسلوبا مشابها لأسلوب اليهود في كبس السنوات فأخذوا يضيفون شهرا كبيسا للأشهر القمرية في كل ثلاث سنوات وتحديدا مثلما يحدثنا المؤرخون ويتحدث عن هذا الموضوع الذين يتابعونه ويهتمون به فإنهم يضيفون شهرا كبيسا بعد الشهر الثامن من السنة الثالثة بعد اثنين وثلاثين شهرا يضيفون شهرا كبيسا وبهذا تكون الأشهر القمرية بحسب التقويم العربي قبل الإسلام ثابتة أيضا مثلما الأشهر القمرية في التقويم اليهودي في التقويم العبري صار واضحا لدينا التقويم العبري يعتمد أسلوب كبس السنوات بشهر مضاف وكذلك العرب فعلوا أيضا فكانوا يكبسون سنواتهم القمرية بشهر كي تبقى الأشهر القمرية في الوقت نفسه من السنة الشمسية فهم بذلك واءموا بين التقويم الشمسي والتقويم القمري هذا التقويم لا نستطيع أن نصفه بأنه تقويم شمسي خالص ولا نستطيع أن نصفه بأنه تقويم قمري خالص هذه عملية مواءمة وممازجة بين التقويمين وقد بيّنت لكم في بداية حديثي من أن التقويم الشمسي يعتمد حركة الأرض حول الشمس بينما التقويم القمري يعتمد حركة القمر حول الأرض وكل تقويم له خصائصه لكن اليهود وأمما أخرى أيضا هذا الأمر ليس خاصا باليهود فقط إلا أن اليهود لهم طريقتهم الخاصة بكبس سنواتهم القمرية العرب تأثروا باليهود تأثروا باليهود من خلال أسفارهم إلى اليمن وإلى الشام العرب في تجاراتهم كانوا يسافرون إلى اليمن ويسافرون إلى الشام وهناك يهود في اليمن وهناك يهود في الشام ويبدو أنهم تأثروا بيهود اليمن بنحو أكثر مما تأثروا بيهود الشام نذهب إلى فاصل يا فاطمتش تأثروا يا بنت يا أختي ولیهود سلام عليك يا غمت ولیهود سلام عليك يا بنتم وسبن جعفر رحمت الله وبرکاته يا فاطمة شفعیل في الجنة بحسب بعض الأخبار فإن سلام سلام على أخت ولي الله وسلام على عمت ولي الله إنها بنت موسى بن جعفر وأخت علي بن موسى الرضا وعمت محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليهم وعليها ورحمة الله وبركاته أعود إلى حديثي فيما يرتبط بالتقويم الشمسي والقمري لكنني أجيب على سؤال سريع قبل أن أعود إلى كلامي كثير من الأخوة والأخوات يسألون عن برنامج وعدتكم أن أقدمه وأن أكون في خدمتكم عن برنامج الرسالة العملية والذي عنوانه الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة يسألون يسألون عن هذا البرنامج لابد أن أذكركم من أنني وعدتكم لكنني لم أشخص موعدا معينا إلا أن أنني قلت بحسب الإمكان وأقولها الآن أيضا إذا جرت الأسباب في أقرب وقت سأكون معكم في هذا البرنامج كادر هندسة الديكور في قناة القمر منشغلون بإنجاز وإتمام ديكور هذا البرنامج في أقرب فرصة تعرفون مشاغل الحياة ومشاكلها زحمة العمل تراكم المسؤوليات هو هذا الذي يعيقني أن أبادر بنحو سريع لتقديم هذا البرنامج ولكن في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى سأكون معكم في برنامج الرسالة العملية الزهرائية المجزة المتلفزة وأتوقع وأتوقع أنكم ستنتفعون من هذا البرنامج انتفاعا كبيرا على أي حال أعود أعود إلى حديثي عن التقويم القمري وعن السنة الشمسية وشهورها وعن السنة القمرية وشهورها بحسب ثقافة العثرة الطاهرة هناك تقويم شمسي ننتفع منه في شؤون حياتنا الدنيوية وهناك تقويم قمري ننتفع منه في شؤون حياتنا الدينية وليس هناك من ممازجة بين التقويمين ما كثر الحديث عنه في العقدين الأخيرين وربما قبل العقدين الأخيرين بشيء قليل حيث ألفت كتب وانتشرت دعوات وصدرت فتاوى إلى غير ذلك من الرجوع إلى كبس السنوات القمرية كي تأتي موائمة للتقويم الشمسي مثلما ابتدع اليهود في دينهم منذ قديم الأزمان وأخذوا يمازجون بين شؤونهم الدنيوية وبين مناسباتهم الدينية فجاءوا فجاءوا بتقويم مزدوج من شهور قمرية وسنوات شمسية وهذا فعله العرب في جاهليتهم لكن الإسلام جعل التقويم الشمسية تقويما منفصلا عن التقويم القمري فنحن في ثقافة الكتاب والعتر نعمل بالتقويمين معه التقويم الشمسي يعمل به في مجاله والتقويم القمري يعمل به في مجاله أما النمازج بين التقويمين فهذا يخالف منهج العترة الطاهرة هذا هو الذي سأحدثكم عنه في هذه الحلقة وما بعدها كي تتضح الصورة لديكم عن الأشهر القمرية وعن التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة مثل ما هو عنوان هذه الحلقة وما يليها من حلقات برنامجنا هذا نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم المفضل ابن عمر الجعفي رضوان الله تعالى عليه أيام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مرة من المرات حينما كان في المدينة المنورة المفضل عراقي وكان في الكوفة لكنه يسافر إلى الحجاز لزيارة إمامه الصادق في مرة من المرات حينما كان في المدينة المنورة دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فوجد شخصين من الدهريين الذين يسمون في زماننا بالملحدين من الذين ينكرون وجود الإله وجود الخالق لا أريد أن أدخل في تفاصيل قصته وحديثه مع هذين الشخصين بعد ذلك ذهب إلى زيارة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه المفضل هو الذي يقول فخرجت فخرجت من المسجد محزونا مفكرا لماذا لما سمعه من كلام هذين الملحدين بحسب المصطلحات المعاصرة فخرجت من المسجد محزونا مفكرا فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة هذه العصابة الدهرية من الدهريين الذين ينكرون وجود الإله وبالتالي فليس هناك من نبوات وليس هناك من غيب وليس هناك من عالم بعد الموت إلى سائر ما ينكرون وما يعتقدون من أضاليلهم فخرجت من المسجد محزونا مفكرا فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العصابة وتعطيلها من الدهريين فدخلت على مولايا يشير إلى إمامنا الصادق فرآني منكسرا فقال ما لك يا مفضل فأخبرته بما سمعت من الدهريين من هذين الشخصين وبما رددت عليهما فقال يا مفضل لألقين إليك من حكمة الباري جل وعلا وتقدس اسمه في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوام الهوام الحشرات والديدان في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والهوام وكل ذي روح من الأنعام والنبات والشجرة المثمرة وغير ذات الثمر والحبوب والبقول المأكول من ذلك وغير المأكول ما يعتبر به المعتبرون ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون الملحدون لا يراد منهم الدهريون فقط وإنما كل الذين يميلون بالحق وينحرفون عنه الدهريون ملحدون لكن هذا المصطلح الملحدون لا يطلق على الدهريين فقط يطلق على الدهريين وعلى غيره الذين ألحدوا في طريق الحق مالوا وانحرفوا في زماننا يطلق هذا المصطلح الملحدون على الدهريين فقط ولكن في زمان الأئمة يطلق هذا المصطلح وهو مصطلح القرآني أساسا يطلق على الذين ينحرفون عن مسار الحق فالإلحاد انحراف وإمالة ما يعتبر به المعتبرون ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون من الدهريين وغيرهم فبكر علي غدا في اليوم الثاني انطلق المفضل ابن عمر إلى إمامنا الصادق وبدأ الإمام يملي عليه فأملى عليه كتابا ليس كبيرا فأملى عليه كتابا يعرف يعرف في الأزمنة المتأخرة بتوحيد المفضل يعرف في الأزمنة المتأخرة بتوحيد المفضل حينما أقول في الأزمنة المتأخرة أتحدث عن القرون المتأخرة لكن في القرون المتقدمة لم يكن يعرف هذا الكتاب بكتاب التوحيد بتوحيد المفضل وإنما كان يعرف بكتاب فكر كتاب فكر أحاديث أملاها إمامنا الصادق على المفضل بن عمر هذا رجال النجاشي والنجاشي توفي سنة 450 للهجرة زورا سمي برجال النجاشي الإسم الحقيقي لهذا الكتاب فهرست النجاشي لأنه ما هو بكتاب رجال هو كتاب فهرست لذكر مؤلفي الشيعة وكتبهم ممن استطاع النجاشي أن يجمع المعلومات والمعطيات عنهم لكنه يعرف الآن برجال النجاشي بعض مراجع الشيعة زور الإسم كي ينتفع من الكتاب هذا كتابا في علم الرجال لتهديم حديث أهل البيت على أي حال لا أريد أن أناخش هذه المسألة رجال النجاشي إنها طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 416 رقم الترجمة 1112 مفضل ابن عمار النجاشي يخدح فيه أنا لا أريد أن أتحدث عن موقف النجاشي من المفضل ابن عمار لا شأن لي بهذا الموضوع ما ذكره من كتب للمفضل قال له كتاب الإيمان وله كتاب يوم يوم وليلة يعني في عمل اليوم والليلة وكتاب فكر كتاب في بدء الخلق والحث على الاعتبار هناك هناك وصية المفضل هناك علل الشرائع حديثنا عن كتابه الذي عنوانه فكر وهو ما أملاه إمامنا الصادق على المفضل هذا هذا أقدم فهارس الكتب عندنا فيهرس النجاشي فقد ذكره بهذا العنوان كتابه فكر ولم يعنونه بكتاب التوحيد أما الطوس عن متوفى سنة أربعمية وستين للهجرة النجاشي متوفى سنة أربعمية وخمسين للهجرة الطوس متوفى سنة أربعمية وستين للهجرة كتابه الفهرست وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة إيران صفحة ميتين وواحد وخمسين برقم سبعمية واثمانية وخمسين المفضل ابن عمر ذكر له وصية وذكر له كتابا من دون عنوان هذا هو الذي جاء في فهرست الطوسي هناك معالم العلماء لابن شهر آشوب المازندراني معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة ابن شهر متوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة هذه الطبعة طبعة نشر الفقاهة إيران قموا المقدسة الطبعة الأولى ألف أربعمية وخمسة وعشرين هجري قمري في الصفحة الأربعين بعد المئة برقم ثمانمية وعشرة المفضل ابن عمر له وصية في كتاب خاص يعرف بالوصية وله كتاب ولم يذكر عنوانه أشهر كتبه كتاب فكر الطوسي كذلك قال وله كتاب إنه يشير إلى كتاب فكر وله كتاب والإهليلجة من إملاء الصادق في التوحيد في موضوع التوحيد له كتاب أيضا يعرف بكتاب الإهليلجة أو بحديث الإهليلجة الإهليلجة نبات هندي يستعمله الأطباء القدامى وهو يشتمل على محاورة بين إمامنا الصادق وطبيب هندي الإمام الصادق اتخذ الإهليلجة التي كانت في يدي ذلك الطبيب الهندي مثالا وبدأ الحوار فيما بينهما في موضوع التوحيد فعرف الحديث بحديث الإهليلجة وهذا الكتاب موجود بين أيدينا والحديث معروف في جوامع الحديث فليس هناك من ذكر لكتاب للمفضل عنوانه التوحيد جاء هذا مذكورا في مقدمة بحار الأنوار هذا هو الجزء الأول من بحار الأنوار للمجلس المجلسي والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة الفصل الأول في بيان الأصول والكتب المأخوذ منها إنها مصادر موسوعة بحار الأنوار وهي فيبدأ المجلسي بذكر الكتب إلى أن يصل في الصفحة الرابعة بعد العاشرة وكتابا وكتابا التوحيد والإهليلج عن الصادق برواية المفضل ابن عمر هنا المجلسي سمى الكتاب بكتاب التوحيد وإلا ففي كتبنا القديمة مثل ما قرأت عليكم من فهرست النجاشي الذي يسمى الآن برجال النجاشي عنوان الكتاب فكر كتاب فكر ما أملاه إمامنا الصادق في عدة مجالس على المفضل ابن عمر المجلسي المجلسي ذكره في الجزء الثالث من بحار الأنوار ذكر كتاب فكر أو مصطلح عليه بكتاب التوحيد هذا هو الجزء الثالث من بحار الأنوار من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان يبدأ الكتاب من الصفحة السابعة والخمسين الباب الرابع تحت هذا العنوان الخبر المشتهر بتوحيد المفضل ابن عمر إنه كتاب فكر لماذا سمي بكتاب فكر لأن الإمام يكرر هذه الكلمة وهو يحدث المفضل ابن عمر فكر يا مفضل بكذا وكذا فكر يا مفضل بكذا وكذا فكلمة فكر تتكرر في طوايا حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من هنا سمي هذا الكتاب بهذا العنوان بعنوان فكر وينتهي كتاب فكر أو ما يعرف بكتاب التوحيد في الصفحة الحادية والخمسين بعد المئة مباشرة يبدأ يبدأ كتاب الإهليلج ولا شأن لنا بموضوعه موضوعه في التوحيد أيضا لكنني أريد أن أقرأ عليكم مما جاء في كتاب فكر مما جاء في كتاب التوحيد الذي يعرف في القرون المتأخرة بكتاب توحيد المفضل النصيريون يعدون هذا الكتاب من كتبهم هذه سلسلة التراث العلوي إنها مجموعة كتب النصيريين هذا هو الجزء السادس من سلسلة التراث العلوي المجموعة المفضلية لكنهم يسمون المفضل ابن عمر بالمفضل ابن عمر الذي نعرفه في كتبنا ورواياتنا في أجواء شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه إنه المفضل ابن عمر الجعفي ولكن في أوساط النصيريين في أوساط هؤلاء الغلات يعرفونه بالمفضل ابن عمر هذه المجموعة المفضلية بحسب اعتقاده طبعة دار لأجل المعرفة ديار عاقل لبنان هذه المجموعة بتحقيق وتقديم أبو موسى والشيخ موسى الجزء السادس من هذه المجموعة من الصفحة السابعة والستين بعد المئة عنون الكتابة بكتاب التوحيد كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر وينتهي عند الصفحة السادسة والعشرين بعد المئتين وبعده يأتي كتاب الاهليلج أيضا مثل ما يقولون للمفضل ابن عمر نحن نقول عن المفضل ابن عمر هذا هو الكتاب الذي أريد أن أقرأ عليكم منه إنه كتاب فكر إنه كتاب التوحيد للمفضل ابن عمر هذه الطبعة طبعة بتحقيق قيس العطار دار زين العابدين هذه الطبعة الطبعة الأولى الفين واثنين وعشرين ميلادي قم المقدسة قرأت منها من الصفحة الثامنة والستين المقدمة ما قرأته من كلام المفضل ابن عمر كيف أنه ذهب إلى إمامنا الصادق فرآه منكسرا إلى بقية ما قرأته عليكم كتاب فكر أو ما يعرف بكتاب التوحيد كتاب جميل قطعا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أملى ما أملى من المعلومات على المفضل ابن عمر بما يناسب ذلك الزمان ومع ذلك فإننا نجد المعلومات منسجمة جدا مع زماننا هذا واضح من كلام إمامنا الصادق فإنه كان يجيب على كلام أولئك الدهريين وأمثالهم من الملحدين من المنحرفين عن جادة الحق والهدى فأملى ما أملى إمامنا الصادق على المفضل ابن عمر في أربعة مجالس بحسب الموجود الكتاب تعرض إلى تحريف وتصحيف كبقية كتبنا ما من كتاب من الكتب لا عند الشيعة ولا عند السنة ولا عند غيرهما إلا وقد تعرض للتحريف والتصحيف تارة يكون هذا التحريف متعمدا وأخرى بسبب الضعف البشري فكلنا نتعرض للإجتباه وللنسيان وللغفلة وهذا واقعنا نحن الآدميين قبل أن أذهب إلى موطن الحاجة أريد أن ألفت نظركم إلى لقطات جميلة في هذا الكتاب كي تعرف مستوى المعلومات التي عرضت في هذا الكتاب وكي تعرف أيضا جانبا مما جاء مذكورا في ثقافة العترة الطاهرة في مختلف الموضوعات التي أطرحها عليكم في برامج المتنوعة عبر هذه الشاشة أو ما ينشر في مواقع الإنترنت مثلا هذه اللقطة الجميلة الجميلة في حكمتها الجميلة في الالتفات إليها الجميلة في تنبيه إمامنا الصادق عليها الجميلة في تنبيه إمامنا الصادق عليها في الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المئة الإمام الإمام يقول للمفضل فكر يا مفضل فكر من هنا سمي الكتاب بكتاب فكر أئبتنا يريدون مننا أن نحترم عقولنا لا أن نكون حميرا ديخيين رجاء ذكرونا ذكرونا وذكروا المشاهدين بالوثيقة الديخية التي هي مناقضة مناقضة لهذا المنهج هناك عداوة بين منهج فكر ومنهجي ديخ ديخ ما رد أجيب الأسمان واحد قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبيلية قال توصل وقمئنا تركبهم يعني باش ايش يعمل تركبهم وتقول لهم ديخ والله عبارة واحد من الأعلام أعتبر خمسة قال لي مستعجب موش درها قولنا تركب يعني خلاقه أغامي شمي كما تركب خلاقا أغامي جمي تبقوا لهم وكان حالة أسمان فقوش ديخ تعرف ديخ وقوش ونص عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسمان عرضة قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ لا معلم إجمالي هذا واقع الشيعة لا هو واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة والله هذا واقع الشيعة فكر يا مفضل فكر هذا هو الذي يريده أئمتنا يريدون منهج فكر هذا هو السبب الذي دعاني أن أركز على عنوان الكتاب وإلا فالكتاب معروف بكتاب توحيد المفضل لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى أن منهج أئمتنا هو هذا إنه منهج فكر وما هو بمنهج ديخ ديخ الذي هو منهج مراجع الحوزة الطوسية هذا لعنة على منهجها كم هي المسافة بعيدة وبعيدة جدا بين فكر يا مفضل وبين تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ مثل ما ركبهم وفلان 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 مثل ما ركبوا وطنزلوا عليهم أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فكر يا مفضل فكر يا مفضل في خلقة عجيبة في خلقة عجيبة في طبيعة في غريزة هذا هو المراد فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم في الحيوانات ما هي هذه فإنهم الحيوانات فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم وإلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها عدد الحيوانات أكثر من عدد الناس حيوانات البحار أكثر من حيوانات البر الطيور بأصنافها السباع السباع إذا ما ذهبنا إلى الغابات فلن نرى أجسادا لهذه الحيوانات الميتة وإذا ما ذهبنا إلى الصحار فلن نرى أجسادا لا للطيور ولا للحيوانات الزاحفة ولا للحشرات كم هو عدد الحشرات أين هي الحشرات التي يأتي أجلها الحيوانات التي تتعرض لحادث طارئ نرى أجسادها مثلا حيوان يعبر الطريق العام فتقتله سيارة من السيارات حينما تضربه أو تدهسه تبقى جثة ذلك الحيوان مرمية في الطريق أو على جانب الطريق وتتعفن لو كانت أجساد الحيوانات بأجمعها تبقى ملقية سيتعفن الماء ويتعفن التراب ويتعفن الجو لكننا لا نلتفت إلى هذه الحقائق التي من حولنا أين جثث الطيور أين جثث الحشرات أين جثث الحيوانات الزاحفة وأعدادها هائلة جدا أين جثث سائر الحيوانات الغابات لا يوجد فيها شيء البحار لا يوجد فيها شيء مع ملاحظة أن عدد الحيوانات أكثر من الإنسان وملاحظة أخرى أن أعمارها أقل من أعمار الإنسان فهي تموت بنحو أسرع زمانيا من الإنسان عمر الإنسان أطول من أعمارها فأين هذه الأجساد فكر يا مفضل فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا ولكن بعيدا عن نظر الإنسان بعيدا عن نظر الإنسان الإنسان لا يرى هذا غريب هذا الكاميرات موجودة في البحار يصورون ماذا يجري في البحار لكن هل رأيتم جثثا للحيوانات البحرية الهائلة في البحار هل رأى الغواصون ذلك الكاميرات منصوبة في الغابات أين هي جثث الحيوانات التي تموت وبالمناسبة الحيوانات حينما يفترس بعضها بعضا إنما تفترس تلك الحيوانات بقدر حاجتها فالأسد القادر على افتراس أكثر من فريسة في الوقت نفسه لا يفترس إلا ما يكفيه ويكفي أشباله هذا هذا هو نظام الله الإنسان المفترس يفترس أكثر من حاجته أما البهائم والحيوانات التي تفترس لا تفترس إلا بقدر حاجتها فإن بقية الحيوانات يحدثنا الصادق وما حدثنا أحد قبله عن ذلك فكر يا مفضل في خلقة عجيبة جعلت في البهائم فإنهم يوارون أنفسهم إذا ماتوا بعيدا عن أعين الناس كما يواري النهس موتاهم وإلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرها لا يرى منها شيء وليست قليلة فتخفى لقلتها بل لو قال قائل إنها أكثر من الناس لصدق فاعتبر ذلك تراه في الصحاري والجبال من أسراب الضباء والمهى المهى هي الحيوانات التي يقال عنها البقر الوحشي الأبقار الوحشية هي التي يقال لها المهى فاعتبر ذلك تراه في الصحاري والجبال من أسراب الضباء الضباء إنها الغزلان والمهى والحمير من الحمير الوحشي والوعول والأيائل وغير ذلك من الوحوشي وأصناف السباعي من الأسد الأسد جمع لأسد والضباعي والذئابي والنموري وغيرها وضروب الهوام والحشرات ودواب بالأرض وكذلك أسراب الطير من الغربان والقطا والأوز والكراكي والحمام وسباع الطير جميعا المراد من سباع الطير كالصقور مثلا كالشواهين مثلا إنها الطيور المفترسة التي تفترس الطيور الأخرى التي تأكل اللحوم وسباع الطير جميعا وكلها لا يرى منها شيء إذا ماتت إلا الواحد بعد الواحد يصيده قانص أو يفترسه سبع فإذا أحسوا بالموت كمنوا في مواضع خفية فيموتون فيها ولولا ذلك لم تلأت الصحاري منها حتى تفسد رائحة الهواء وتحدث الأمراض والوباء الأمراض على أنواعها الوباء هي الأمراض التي تنتشر انتشارا واسعا فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس حينما يموتون يدفنون يدفن بعضهم بعضا الناس فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه تعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم من الذي مثله لهم جاء بصورة حيوانية هكذا نقرأ في سورة المائدة في الكتاب الكريم في قصة ابني آدم هابيل وقابيل في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة المائدة وما بعدها فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين حينما قتل قابيل هابيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قصة الغرابين الذين رآهما قابيل بعد أن قتل هابيل وقد دفن الغراب الحي الغراب الميت هذا هو الذي يشير إليه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم كيف جعل طبعا وإذكارا غريزة داخلية في البهائم وغيرها فانظر إلى هذا الذي يخلص إليه الناس وعلموه بالتمثيل الأول الذي مثل لهم الغرابان كان من الملائكة بحسب الروايات والأحاديث الملائكة علمت الإنسان كيف يقوم بعملية دفن أجساد الموت لكن في هذه البهائم جعل الأمر غريزيا كيف جعل طبعا وإذكارا غريزة في البهائم وغيرها لماذا ليسلم الناس من معرتي ما يحدث عليهم من الأمراض والفساد بسبب جيف هذه الحيوانات الميتة لقطة جميلة جدا ولقطة يحتاج الإنسان أن يتوقف عندها معتبرا ومندهشا من حكمة الله سبحانه وتعالى غافلون نحن عن كثير من الحقائق هذه الأسئلة أسئلة مهمة جدا لا بد للإنسان أن يطرحها على نفسه لو أن شيعة كانوا بمستويات عالية من العلم والفهم لحدثهم الأئمة بما هو أعمق وأعمق هذه الأحاديث تأتي مناسبة لمستويات المتلقين آنذاك ولا زالت المستويات الشعية متدنية لأنها لم تلتصق ولم تتواصل مع ثقافة العترة الطاهرة وإنما التصقت بالثقافة الطوسية القذرة التي هي ثقافة بدوية متحجرة متخلفة إنها ثقافة الأعراب هذه الحوزة الطوسية الأعرابية حولت الشيعة وحولت عقولهم إلى عقول أعرابية أنقل لكم لقطة جميلة أخرى إمامنا الصادق يحدث المفضلة في موطن آخر في صفحة السادسة والسبعين بعد المئة وما بعدها يحدث المفضلة عن الأرض ومائها ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو يلفت أنظارنا إلى قضية أساسية موجودة في حياتنا وتزداد أهميتها يوما بعد يوم الإمام الصادق يقول للمفضل ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال الرياح التي تأتي من الجهة الشمالية أن مهب الشمال الحديث عن شمال الأرض أن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب فلما جعلها الله عز وجل كذلك لماذا إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر فنهايات البحيرات والأنهار والجداول ومنابع العيون نهاياتها إلى البحار هذا هو الذي يجري على أرض الواقع ومن ومن تدبير الحكيم جل وعلا في خلقة الأرض أن مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب فلما جعلها الله عز وجل كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الأرض فتسقيها وترويها ثم تفيض آخر ذلك إلى البحر فكما يرفع أحد جانبي السطح ويخفض الآخر لينحدر الماء عنه ولا يقوم عليه كذلك جعل مهب الشمال أرفع من مهب الجنوب لهذه العلة بعينها ولولا ذلك لبقي الماء متحيرا على وجه الأرض جامدا في مكانه مراد من جامدا ليس الإنجماد وإنما جامدا ساكنا ليس متحركا كمياه المستنقعات فحينما تستقر ولا تتحرك تتحول إلى مياه آسنة وهذا هو السر في المد والجزر المد والجزر في البحار والمحيطات لأجل أن تكون نظيفة لأجل أن تتعقم بحكم هذه الحركة لأن الماء لو بقي مستقرا ليس متحركا فإنه سيتحول إلى ماء متعفن من هنا تتقلب الأمواج ومن هنا تأتي حركة المد والجزر وهي بسبب القمر بسبب المجال المجال المغناطسي والمجال الجاذب الذي يتكون من حركة الأرض حول نفسها ومن حركة القمر حول الأرض فمن هنا ينجذب الماء في حالة الجزر ويتمدد في حالة المد وكل ذلك لتغيير طبيعة الماء وتنظيفه وتعقيمه ولولا ذلك لبقي الماء متحيرا على وجه الأرض فكان يمنع الناس من اعتمالها ويقطع الطرق والمسالك الإمام يتحدث في جهات يستطيع المتلقين في زمانه أن يدركوها وإلا فإن القضايا أعمقوا من ذلك ثم الماء لولا كثرته وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عما يحتاج إليه الناس وها نحن اليوم نكثر من الحديث عن قلة المياه في كل أنحاء العالم ثم الماء لو لا كثرته وتدفقه في العيون والأودية والأنهار لضاق عما يحتاج إليه الناس لشربهم وشرب أنعامهم ومواشيهم وسقي زروعهم وأشجارهم وأصناف غلاتهم غلاتهم إنها أنواع المزروعات وشرب ما يرده من الوحوش والطير والسباع وتتقلب فيه الحيتان المراد من الحيتان الأسماك فهذا العنوان في روايات أهل البيت يراد منه الأسماك وتتقلب فيه الحيتان ودواب الماء ما يطلق عليه في الثقافة المعاصرة الحيتان هي من دواب الماء أما الحيتان فهي الأسماك وتتقلب فيه الحيتان ودواب الماء وفيه منافع أخر أنت بها غير عارف وعن عظيم موقعها غافل فإنه سوى الأمر الجليل المعروف من عظيم غنائه في إحياء جميع ما على الأرض من الحيوان والنبات يمزج بالأشربة فتلين وتطيب لشاربها وبه تنظف الأبدان والأمتعة من الدرن من الدرن من الأوساخ والقذارة من الدرن الذي يغشاها وبه يبل التراب فيصلح للاعتمال وبه تكف عادية النار إذا اطرمت وأشرف الناس على المكروه وبه يسيغ الغصان ما غص به فينجو به من الموت وبه يستحم المتعب الكال فيجد الراحة من أوصابه الأوصاب الأوساخ والأوجاع الجسدية والنفسية ما يلقاه الإنسان من تعب الجسد ومن تعب النفس وبه يستحم المتعب الكال فيجد الراحة من أوصابه إلى أشباه هذه من المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها إنه يتحدث مع المفضل بحدود ما يعرف وقد نبهه إلى أن عظيم الفوائد في كثرة المياه في الأرض أنت يا مفضل غافل عنها فإن شككت الكلام الجميل هنا الكلام الجميل هنا فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت من أرب فيه ما هي هذه الحكمة من كثرة المياه في البحار كثرة المياه في العيون والمنابع والروافد والسواق والأنهار والبحيرات كي نشرب من الماء كي تشرب الحيوانات كي نستعين بالماء في شؤون حياتنا في الزراعة والصناعة كثرة مياه البحار لماذا فإن شككت في منفعة هذا الماء الكثير المتراكم في البحار وقلت ما الأرب فيه الأرب الحكمة الفائدة المنفعة فاعلم فاعلم أنه مكتنف ومضطرب ما لا يحصى من أصناف السمك ودواب البحر ومعدن اللؤلؤ والياقوت والعنبر نوع من الطيب يستخرج من البحار وأصناف شتى تستخرج من البحر وفي سواحله منابت العود اليلنجوج العود اليلنجوج هو هذا من أطيب أنواع عود البخور العود اليلنجوج وضروب من الطيب والعقاقير عقاقير الطب ثم هو بعد هذا الأمر المهم الذي قد لا نلتفت إليه كثيرا في ذلك الزمان أهميته ليست كأهميته في زماننا اليوم ثم هو بعد مركب للناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة كمثل ما يجلب من الصدر إلى العراق عبر البحار في تلك الأزمنة ومن العراق إلى الصين فإن هذه التجارات لو لم يكن لها محمل كالبحر لو لم يكن لها محمل إلا الظهر إلا الظهر المراد ظهور الحيوانات لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها حياتنا قائمة على النقل البحري كل ما عندنا في حياتنا ينقل عبر البحار هذا الأمر لم يكن في زمان إمامنا الصادق كزماننا اليوم هذه هذه الحقائق حقائق يومنا هذا تتذكرون السفينة التي اعترضت وتوقفت في قناة السويس مع أن قناة السويس ما هي بقناة طبيعية هي قناة صناعية الإنسان صنعها واحتفرها وبإمكاني السفن أن تذهب باتجاه أفريقيا من جهة ما يسمى برأس الرجاء الصالح فحينما وقفت هذه السفينة وسدت الطريق ما الذي حدث في العالم البرصات اهتزت الإعلام صار مشغولا في ليله ونهاره بتلك السفينة البضائع التجارية تأخر وصولها سفينة واحدة توقفت لفترة زمنية محدودة في قناة السويس إذن كم هي أهمية البحار وكم هي أهمية النقل البحري وهذا يتوقف على كثرة المياه كلما كانت المياه كثيرة كلما كانت البحار مناسبة جدا لحركة الملاحة البحرية عجيبة هذه المعلومات تعلمون أن إمامنا الصادق استشهد سنة 148 للهجرة هذه المعلومات كان يغدق بها إمامنا الصادق على المفضل بحسب ثقافة ذلك العصر وبحسب مستوى التلقي ليس عند المفضل فقط وإنما عند الشيعة وحتى عند أولئك الدهريين ثم هو بعد مركب للناس ومحمل لهذه التجارات التي تجلب من البلدان البعيدة كمثل ما يجلب من الصين إلى العراق ومن العراق إلى الصين فإن هذه التجارات لو لم يكن لها محمل إلا الظهر إلا ظهور الحيوانات لبارت وبقيت في بلدانها وأيدي أهلها لماذا لحظ الدقة هناك تشخيص اقتصادي لأن أجر حملها كان يجاوز أثمانها إذا أردنا أن نحملها على ظهور الحيوانات بالضبط كالنقل في الطائرات والنقل في السيارات والقطارات النقل البحري من الجهة الاقتصادية أفضل بكثير من النقل بالسيارات والقطارات والطائرات لأن أجر حملها كان يجاوز أثمانها فلا يتعرض أحد لحملها وكان يجتمع في ذلك أمران أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها ستبقى موجودة في بلادها ولا تنتقل إلى البلاد الأخرى وكان يجتمع في ذلك أمران أحدهما فقد أشياء كثيرة تعظم الحاجة إليها والآخر انقطاع معايش من يحملها ويتعيش بفضلها إنه الكساد الاقتصادي والتجاري هذا هو الوعي الذي يضخه إمامنا الصادق في أذهان الشيعة ونحن نتحدث عن بدايات القرن الثاني الهجري ولو أن العقل الشيعية كان منفتحا أكثر لضخ الأئمة من الحقائق ما ضخه هذا هو الذي أدعوكم إليه أدعوكم إلى حديث العترة إلى ثقافة العترة أدعوكم إلى ثقافة تنظف عقولكم تطهر قلوبكم وهذا لا يعد بشيء إلى الذي لم أقرأه عليكم لا أجد وقتا أين هو الوقت أحاديث أهل البيت أدعيتهم زياراتهم تفسيرهم لقرآنهم فيه من الحقائق الملكوتية الغيبية ما يصبح هذا مزاحا مع أهمية هذه المطالب وعظيم دلالتها لكنها تتعلق بشؤون الدنيا وشؤون الدنيا لا يمكن أن نقايسها بشؤون الغيب والآخرة حيث الحقائق العظيمة فما بالكم إذا ما ارتقينا للحديث عن شؤونهم عن شؤون محمد وآل محمد كل ذلك كل ذلك في أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم وأحاديثهم التفسيرية التي أنكرها هؤلاء الطفسيون سود الله تعالى وجوههم ماذا فعلوا بالشيعة ماذا فعلوا بأنفسهم أولا هؤلاء سفهاء أغبياء جهال يتركون الذهب المصفى ويذهبون يبحثون في خراء النواصب الآن لعنة على منهجهم وقذارتهم لقطة ثالثة في الصفحة الثامنة والسبعين بعد المئة الكتاب كله هكذا أنا أأخذ لكم لقطات سريعة تتلمسون أهميتها في يومنا هذا في واقعنا اليوم إمامنا الصادق يتحدث بوضوح عن أي شيء عن الاحتباس الحراري الذي يتحدث عنه العلماء وهناك الكثير من الأغبياء من المسلمين السنة والشيعة من أصحاب العمائم الحمير والثيران يقولون عن الاحتباس الأنام يحول إلى السحاب والضباب لماذا ذهب الضباب في كثير من مناطق العالم بسبب هذا الاحتباس والضباب ظاهرة صحية للهواء وللأرض وللحيوانات وللنباتات ولا عجز عما يحول إلى السحاب والضباب أولا أولا وقد تقدم من صفته ما فيه كفاية تحدث عن هذه الموضوعات في جهات أخرى تقدم الحديث عنها في هذا الكتاب فأنا لا أقرأ من أول الكتاب وهكذا الهواء لولا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من البشر والحيوانات من الدخان والبخار في زمان الأئمة عدد الناس كان قليلا التلوث الصناعي ليس موجودا إذا كان هناك من تلوث فإنه لا يذكر لا قيمة له بالقياس إلى التلوث الحادث في أيامنا فنحن عندنا التلوث الضوئي وعندنا التلوث الصوتي وعندنا التلوث الكيميائي وعندنا وعندنا أنواع من التلوث لكن الإمام يتحدث بشكل واضح عن تلوث الهواء هنا وهكذا الهواء لو لا كثرته وسعته لاختنق هذا الأنام من الدخان والبخار الذي يتحير فيه يحتبس فيه نذهب إلى فاصل تهانينا تهانينا يا أبو صالح تهانينا يا أبو صالح تهانينا تعالوا للصحة نردنا تجويانا نسولف لك عشق عدنا يا دنيانا تعالوا للصحة نردنا تجويانا نسولف لك عشق عدنا يا دنيانا شيعة والدك عدنا يا عنوانا شيعة والدك عدنا يا عنوانا عطشنا ويمتتي يفقدنا يا طروانا عطشنا ويمتتي يفقدنا يا طروانا تروينا تروينا يا من جيتك تروينا 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 يا من جيتك تروينا يا بو صالح تهانينا فرح للعسكري ببالي إلك قلت يا مهدو أنت آمالي تظل أنت فرح للعسكري ببالي تظل فرح للعسكري ببالي إلك قلت يا مهدو أنت آمالي تظل أنت فرح بعيوني إحلالي إلك جبت يا من ويا الهواء العالي أنا بعثت إلك بينا إلك بينا عشق باقي إلك بينا إلك بينا إلك بينا عشق باقي إلك بينا يا بو صالح تهانينا في الصفحة السابعة والستين بعد المئة من الكتاب نفسه من كتاب فكر الإمام يقول للمفضل فكر فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه إنه يلفت نظره إلى الفضاء إنه يلفت نظره إلى مجرتنا وإلى المجرات الأخرى فكر فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه الشمس وقمره ونجومه واضحة لديكم أما البروج فالمراد من البروجه هي منازل ومواطن ومواضع حركة هذه الأجرام فالشمس في حيز حركتها هناك مجالات مغناطسية المجالات التي تتشخص من خلالها حركة الشمس حول نفسها هي هذه بروج الشمس وكذا الحال مع القمر ومع الأرض ومع سائر الأجرام السماوية الأخرى هناك بروج لكل جرم وهناك بروج لكل مجموعة حديث البروج حديث يطول فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على العالم هذا الدوران الحديث هنا عن دوران الفلك والمراد من الفلك المجرة بكاملها وما فيها من حركة منتظمة فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على العالم هذا الدوران الدائم بهذا التقدير والوزن لما في اختلاف الليل والنهار وهذه الأزمان الأربعة المتوالية يتحدث عن الربيع والصيف والخريف والشتاء وهذه الأزمان الأربعة المتوالية من التنبيه على الأرض وما عليها من أصناف الحيوان والنبات من ضروب المصلحة كالذي بيّنت وشخصت لك آنفا ما تحدث به الإمام فيما سلف من حديثه مع المفضل وهل يخفى على ذي لب أن هذا تقدير مقدر وصواب وحكمة من مقدر حكيم الإمام أشار إلى نقطتين أشار إلى أن حركة الأفلاك أن حركة الشمس حركة الأرض حركة القمار حركة سائر النجوم ترتبط بحياتي الحيوانات والنباتات وهناك ارتباط بين تقلب أحوال الجو ما بين الفصول الأربعة وفي هذه الحيوانات وفي هذه الحيوانات والنباتات من الخصائص والعلائق التي لها علقة بما يجري في تغيرات الفصول بخصوص نموها بخصوص ما تنتجه بخصوص ثمارها إذا كان الكلام عن النباتات وبخصوص تزاوجها وتناسلها وتوالدها إذا كان الكلام عن الحيوانات هكذا قال الإمام فكر في هذا الفلك بشمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على العالم هذا الدوران الدائم بهذا التقدير والوزن لما في اختلاف الليل والنهار هذا الاختلاف اليوم وهذه الأزمان الأربعة المتوالية هذا الاختلاف السنوي من التنبيه على الأرض هناك ارتباط فهذا الاختلاف اليوم في الليل والنهار ينعكس حتى على حياتنا أليس هناك من هرمونات نهارية وهرمونات الليلية أليس هناك من نشاط جسدي في سلسلة وظائف الأعضاء الداخلية للإنسان منها ما يرتبط بالنهار ومنها ما يرتبط بالليل عملية الآيط في هضم الطعام وتمثيله وتحويله إلى وقود وطاقة عملية الآيط بكل تفاصيلها المعقدة أليس منها ما يرتبط بالنهار ومنها ما يرتبط بالليل وهناك تقسيم دقيق لوظائف الأعضاء بخصوص هذه العملية والأمر هو هو يحدث في الاختلاف السنوي أعتقد أن حديثا تحفظونه أو أنكم سمعتم به من أنكم توقّوا البرد في أوله وتلقوه في آخره لماذا لأنه يفعل في الأبدان مثل ما يفعل في الأشجار توقّوا البرد في أوله في أول الشتاء وتلقوه في آخره في آخر الشتاء لأنه يفعل في الأبدان مثل ما يفعل في الأشجار القضية ترتبط بالإنسان وحياته وحياة الإنسان مرتبطة بشكل مباشر بالحيوانات والنباتات من التنبيه على الأرض وما عليها من أصناف الحيوان والنبات من ضروب المصلحة كالذي بينت وشخصت لك آنفا وهل يخفى على ذي لب أن هذا تقدير مقدر وصواب وحكمة من مقدر حكيم فإن قال قائل إن هذا شيء اتفق أو اتفق أن يكون هكذا إن هذا شيء اتفق أو اتفق أن يكون هكذا فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب يراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات فيرى كل شيء من آلاته من آلات ذلك الدولاب لأنه يتحرك ويسقي فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب يراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات فيرى كل شيء من آلاته من آلات ذلك الدولاب لأنه يتحرك بحيث أن الماء ينتقل من وعاء إلى وعاء لأن الدولاب يتكون من مجموعة أوعية يفرغ بعضها في البعض الآخر أثناء حركته كي يصل الماء إلى السواق الصغيرة لسقي أشجار تلك الحديقة فإن قال قائل إن هذا شيء اتفق أو اتفق أن يكون هكذا ما هو من نظام في حركة الشمس والأرض والقمر والنجوم وما هو من نظام في بروجها وما هو من نظام من علاقة مباشرة فيما بين التغير اليومي في الليل والنهار أو في التغير السنوي في الفصول الأربعة من علاقة ذلك بحياة الإنسان وحياة الحيوانات والنباتات فإذا قال قائل هذا جاء صدفة مثلما يقول القائلون بالصدفة التي لا أعتقد أن عاقلا إذا كان صادقا مع نفسه يصدق ذلك إلا إذا كان الكلام عنادا ومكابرة وسفها وحماقة فإن قال قائل إن هذا شيء اتفق أن يكون هكذا فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب يراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات فيرى كل شيء من آلاته مقدرا بعضه يلقى بعضا على ما فيه صلاح تلك الحديقة أعتقد أن الأدق أن تقرأ يلقى أو يلقي بعضه يلقي بعضا ما في الوعاء الأول يلقى على الوعاء الثاني وهكذا فما منعه أن يقول مثل هذا في دولاب يراه يدور ويسقي حديقة فيها شجر ونبات فيرى كل شيء من آلاته مقدرا مقدرا بتقدير هندسيا من قبل الذي صنع الدولاب فيرى كل شيء من آلاته مقدرا بعضه يلقى بعضا هندسيا إذا كان الحديث عن أجزاء الدولاب نفسه وبعضه يلقي بعضا إذا كان الحديث عن وظيفته في نقل الماء على ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيها وبما كان يثبت هذا القول لو قاله كيف يثبت صحة قوله إذا قال إذا قال أن الدولاب الذي يسقي الحديقة هكذا صنع بشكل اتفاقي تكون صدفة هل هل يستطيع هل يستطيع أن يثبت صحة قوله هذا فلماذا يرى قوله صحيحا وهو يتحدث عن هذا الكون العظيم وبما كان يثبت هذا القول لو قاله وما ترى الناس كانوا قائلين له لو سمعوه منه لو سمعوا أنه يقول من أن الدولاب في الحديقة هكذا وجد من دون صانع الناس سيعترضون عليه لكنهم لا يعترضون على الملحدين حينما يقولون من أن الكون العظيم هذا جاء من دون خالق ويقولون لهم الحق لا شأن لنا بهم فليكن لهم الحق إنه حق السفاهة وحق الضلالة إذا كان هذا حقا وبما كان يثبت هذا القول لو قال وما ترى الناس كانوا قائلين له لو سمعوه منه أفينكر أن يقول في دولاب خشب مصنوع بحيلة قصيرة لمصلحة قطعة من الأرض أنه كان بلا صانع ومقدر ويقدر أن يقول في هذا الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة تقصر عنها أذهان البشر لصلاح جميع الأرض وما عليها أنه شيئا اتفق أو اتفق أن يكون بلا صنعة ولا تقدير لو اعتل هذا الفلك هذا النظام الفضائي هذه الهندسة الفلكية في حركة الشمس والأرض والقمر وسائر النجوم الأخرى لو اعتل هذا الفلك كما تعتل الآلات التي تتخذ للصناعات وغيرها أي شيء كان عند الناس من الحيلة في إصلاحه ها نحن نرى التلوث البيئية وهو من صناعتنا نحن عاجزون عن الخلاص من هذا التصحر الذي غزى العالم في شرقه وغربه نحن عاجزون عن إصلاحه وإذا استطاع الإنسان أن يصلح شيئا فإنه سيصلح شيئا جزئيا ولي يكون كالأصل هناك صناعة الله وهناك صناعة عبد الله الفارق كبير بين الصناعتين هذا السؤال دقيق جدا لو اعتل هذا الفلك هذا النظام الفلكي الأبراجي في السماء إنها هندسة الفضاء لو اعتل هذا الفلك كما تعتل الآلات التي تتخذ للصناعات وغيرها التكنولوجيا عند الإنسان أي شيء كان عند الناس من الحيلة في أصلاحه لو توقف القمر الحياة ستضرب ضربة لا مثيل لها كيف يستطيع الإنسان أن يعيد للقمر حركته هذه حكم للذي يريد هذه الحكمة لكنني أعتذر لإمام زماني وأعتذر لإمامي الصادق أعتذر إليهم إنني أقرأ حديثهم لنشره لنشره وإلا فإني أتوجه إلى وجه الله إلى الحجة بن الحسن وأعتذر إليه وأقول ما جاء في كلماتهم وهم يعلموننا كيف نتحدث عن الله متى غبت يا إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك متى غبت هذا كلام أئمتي لكنهم يتحدثون في أفق المدارات متى غبت يا إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميت عين عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد وخسرت لم تجعل له من حبك نصيبا النصيب الأعظم من حبك يا إلهي هو حب لوجهك الأعظم لإمام زماني هذا هو النصيب الأعظم هو حب لحسين هو حب للزهراء هو حب لعلي لعلي وآه وآه يا حب علي الذي يعتلج في فؤهدي أهواك أهواك يا أمير المؤمنين أهواك أهواك حتى حتى في حشاشة مهجة نار 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 تشب على هواك وتلذع وأعظم نصيب حبنا لمحمد إنه النصيب الأعظم 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 للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في أجواء ثقافة علي وآل علي وسنبقى دائما كذلك أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر